اشتركوا في القناة السلام عليكم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون نجاح مبهر أمام داعي المعصية وترفع عن الرذيلة مع توافر أسبابها المؤدية إليها ومراقبة لله عز وجل ومدافعة للغريزة رفع الله سبحانه وتعالى مقام يوسف بها ومقام من يتعرض لمثل ما تعرض له يوسف إلى أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله انظر أيها الحبيب لجميع الظروف المهيئة للمعصية المرأة امرأة العزيز وهي ذات منصب وجمال لابد أن تكون جميلة فإن عزيزة مصر عزيزة مصر لابد أن يصطفي لنفسه أجمل النساء وهي الآمرة وهي الراغبة بل والمتهيئة بالزينة والزينة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي تلك هي مهيئة له وقد تزينت له والمكان بيتها فلا تخشى الفضيحة والأبواب موصدة بل مغلقة وغلقت الأبواب محكمة الإغلاق وغلقت الأبواب الأبواب مغلقة ويوسف بعد تغليق الأبواب واستبعاد دخول أحد يوسف عليه السلام عبد مملوك تحت إمرتها تحت أمرها ونهيها يوسف عليه السلام شاب في أوجي قوته والشباب فيه قوة وشهوة قل ما يتحكم فيها الإنسان لذلك كان حريا بالشاب الناشئ في طاعة الله أن يكون في ظل الله ومن ظل إلا ظله ثم إنه كان عزبا عليه الصلاة والسلام ليس له زوجة تغنيه وكان غريبا في غير بلاده فلا يخشى ما يهابه الحاضر من الطلاع معرفه وأهله على ما يفعله ومع كل هذه الأسئلة الصعبة في هذا الامتحان الصعب نجح يوسف عليه السلام وينجح كل من يلجأ إلى من التجأ إليه يوسف عليه السلام نجح يوسف وأعلنها مدوية معاذ الله بلسان حاله قبل لسان مقاله حاشا لله أن أخونا ربي الذي أنعم علي فنجاني من البئر ومن البيع الذي أدخلني إلى بيت أكرمت فيه وعملت فيه كولد من أولاده حاشا أن أخونا ربي الذي أكرمني وعافاني إنها المرؤة أيها الأحباب المرؤة التي تمنع صاحبها من الإساءة إلى من أحسن إليه فكيف يسيء إلى المحسن له على الدوام إلى من كل الإحسان والفض منه سبحانه وتعالى إنه ربي يا أحسن المثوعي خلق عظيم يغيب عن كثير من الناس اليوم حتى اشتهر بين الناس قول القائل اتقي شر من أحسنت إليه للأسف الشديد الأصل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان انقلب هذا المفهوم عند كثير من الناس و أصبح أعزكم الله عقورا كالحيوان العقور ينقلب على من يمد له يده بالإحسان ليعض تلك اليد الكريمة يعضها و ينكر فضلها و أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني و كم علمته نظم القواف فلما قال قافية هجاني إنه ربي أحسن مثواي أي العزيز عزيز مصر الذي أكرمني و أدخلني بيته و رباني كابنه و وثق فيه و تركني مع زوجته فمحال أن أخونه محال أن أبدل الإحسان بالإساءة أن أقابل إحسانه إلي بإساءة إليه و هدك عرضه هذا لا يفعله ذو مرؤة فضلا عن نبي كريم مؤمن هذا الذي أكرمني و أغدق علي فضله محال أن أقابل كل إحسانه بالإساءة إلي و هدك عرضه هذا ليس من شأني لا يخون الأمانة إلا ظالم ولا يقابل الإحسان بالإساءة إلا اللئيم أيها الأحباب فاصل و نواصل النبي السجين مرحبا بكم من جديد أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسانه و هكذا كان يوسف عليه و على نبينا أفضل صلاتي و أزكى السلام و الرسالة التي نوجهها في هذه الحلقة إلى كل من تفتح له أبواب الغواية و تزين له طرائق المعصية أيًا كانت فتمنعه مخافة الله عز وجل و مراقبة مولاه أن يبسط يده إلى ما ليس له إلى ما لا يحل له أو أن يستغل منصبه في الوصول إلى ما ليس له من مقدرات أمة أو فرد إنها معاذ الله التي تملأ القلب بمخافة الله و خشية الله و يقينا بما عند الله عز وجل فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه إنها معاذ الله التي تغدق على حياة المؤمن الطمأنينة و السكينة و محبة الله عز وجل و الاطمأنان و الرضا بما قسمه الله سبحانه و تعالى له معاذ الله الذي يعلم ما في السماوات و ما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم و لا خمسة إلا هو سادسهم و لا أزمى من ذلك و لا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت و لكن قل علي رقيب و لا تحسب أن الله يغفل لحظة و لأن ما تخفيه عنه يغيب فإذا خلوت بريبة في ظلمة و النفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله و قل لها إن الذي خلق الظلام يراني و لقد همت به و هم بها لو لا أرأى برهان ربه همت به لتننى ما تريد و هم بها ليدربها مدافعا عن نفسه و انظر لحال المرأة إذا تخلى عنها حياؤها و ذهب دينها كيف تنزع ثوب الحشمة و تتحول إلى كائن أكبر همه و مبلغ علمه أن يفوز بلذة و أن يقضي شهوة فلا منصب لزوجها يمنعها من ارتكاب الفاحشة و لا وجود زوج لها تحترم كرامته و تحفظ عرضه يمنعها من اقتراف الرذيلة و انظر إلى ما تفعله الخلوة بالأجنبية انظر إلى ما تفعله الخلوة الأجنبية و انظر إلى الشريعة السمحة التي راعت المفاسد و المصالح كيف قررت سد ذرائع الفاحشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بمرأة إلا و معهما ذو محرم و يقول منبها ما خلى رجل بمرأة إلا و كان الشيطان ثالثهما لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك من يتق الله يجعل له مخرجة و الإخلاص لله عز وجل سبيل الخلاص فقط كن من المتقين كن ممن زينهم رضوان الله و عطاء الله عز وجل كن متقيا لله عز وجل لتجد الله رؤوفا رحيما و تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الإخلاص سبيل للخلاص بعون الله تعالى أيها الأحباب غدا نلتقي السلام عليكم نبي سجين نسوف السطين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة